موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إليه الدين مرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة ورقاء متجدد من برنامج علماء منسيون سنتحدث إن شاء الله عز وجل عن عالم من كبار علماء الجزائر وعن رائد من رواد النهضة الإصلاحية في منطقة القبائل هو الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله ورد سنة ثمانين وثمانمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة اثنتين وثلاثمائة وألف للهجرة بقرية شرفة بهلول بولاية تيزي والزو ونشأ في عائلة محافظة ومتدينة تنحدر إلى عائلة ابن القاضي التي كانت تحكم إمارة كوكو بجرجرة وحرصت عائلته على تنشئته نشأة إسلامية ليكون عالما فتلقى تعليمه الأول في قريته ثم بعد ذلك انتقل إلى زاوية شرفة بهلول ودرس فيها ثم بعد ذلك انتقل إلى زاوية الشيخ أحمد بن دريس البجائي ثم بعد ذلك انتقل إلى زاوية أخرى وهي زاوية سيد عمر الحاج ببني جر ودرس فيها وكانت له رغبة شديدة في الاستدادة من العلم لذلك انتقل إلى العاصمة ودرس في المدرسة الثعالبية وهذه المدرسة كانت مدرسة فرنسية رسمية ورغم ذلك كانت تهتم بالتعليم العربي الإسلامي وكان يدرس فيها الشيخ عبدالقادر المجاوي فدرس عند شيخه عبدالقادر المجاوي وكان يحضر دروسه خارج المدرسة وتأثر به تأثرا شديدا وكذلك نجد بأن الشيخ كان يشجعه فكان يكتب مقالات في مجلة التلميذ التي كانت تصدرها هذه المدرسة مدرسة الثعالبية وكان الشيخ عبدالقادر المجاوي رحمه الله يحدثه عن الأزهر وعن علمائه فكانت له رغبة شديدة في الذهاب إلى الأزهر لمواصلة دراسته فجمع مبلغا من المال وكانت له رحلة فيها مشقة عظيمة كاد أن يهلك فركب السفينة من ميناء الجزائر إلى الإسكندرية في المكان الذي كان يخصص للحيوانات فتعرض لمشقة شديدة وتقي أمرات عديدة ومرض أياما ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر وقد حارص على التفرغ التام من أجل تحصير العلم رغم الصعوبات التي كان يجدها فقد منع سنة كاملة من الطعام الذي كان يوجه إلى الطالبة لأسباب مجهولة ومع ذلك استطاع أن يواصل طريقه في سبيل تحصيل العلم فكان يأكل مما يجده في السوق الذي كان يقابل الجامع الأزهر فكان يخرج خفية في الليل ويجمع ما رماه البقالون مما يصلح ثم بعد ذلك يأتي به ويغسله ثم بعد ذلك يأكله وفي بعض الأحيان كان لا يجد ما يصلح لذلك كان يبيت جائعا ورغم ذلك كان يتظاهر لمن لا يعرفه بأنه في حال جيدة وقد كتب عهدا على نفسه وهو أن لا يكاتب أهله وأن لا يقرأ رسالة تأتيه من أهله خشية أن يكون فيها ما يسبب انقطاعه عن التعليم وبعد ذلك تردد بعدما تخرج وحصل على شهادة العالمية بعد أربع عشرة سنة وكان ذلك سنة 21 وتسعمائة وألف الميلاد الذي يوافق سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة فتردد هل يفتح الرسائل ويقوم بقراءتها أم يقوم بإحراقها فكان يخشى الصدمة فلما فتح الرسائل كانت صدمة عظيمة وجد رسالة فيها نعي أبيه والأخرى نعي أمه وكذلك بقية الرسائل فيها نعي عدد من إخوته بالنسبة إليه ماتوا في وقت واحد مع أن وفاتهم كانت في مدة زمنية متباعلة فكانت صدمة عظيمة بالنسبة له وتفرغ تفرغا كليا فدرس على كبار علماء الأزهر منهم الشيخ محمد باخيت المطيعي ثم بعد ذلك رجع إلى الجزائري سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة ثلاثين وخمسين وثلاثمائة وألف للحزرة والتقى بالشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله وعرض عليه أن يدرس بالعاصمة وأن يلتحق مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولكنه رفض واختار أن يدرس في زاوية الشيخ عبد الرحمن يلولي بولاية تيزيوزو ودرس عليه العديد من الطالبة منهم الشيخ العربي بن عيسى وشيخ محمد صالح الصديق وشيخ المكين عماني وشيخ محمد الأكحل لفرحاوي وكذلك الشيخ عبد الحميد بن حالة إلى غير ذلك من الطالبة الذين انتفعوا من علمه وكان قد التقى بالشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله بمصر سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف للحجرة وكان حريصا كل الحرص على المواضبة وعلى نفع طالبتي بقدر الإمكان فكان يدرس الفقهة والحديث والتفسير وعلوم اللغة والمنطق والتاريخ والحساب إلغى ذلك من العلوم كان يبدأ التدريس من الفجر ويستمر في دروسه إلى ما بعد العشاء ولم يكن له راحة في اليوم إلا بعد الزوال وقبيل المغرب ومع ذلك كان يتفرغ لإجابة أسئلة الطالبة في هذه الأوقات وكثيرا ما يزوره بعض العلماء في أوقات الدرس فيستبشر طالبة الزاوية ويظنون بأنهم سيجدون فرصة للراح لكنهم يجدون الشيخ قد جاء للدرس على النحو الذي الذي اعتاده وخلف طالبا من كبار طالبته مع الشيخ كما كان الأمر حينما زاره الشيخ المهدي أبو عبداللي مع قاضي بجاية كما ذكر الشيخ محمد صالح صديق خلف من يجلس مع الشيخين وكان يواصل الدرس كذلك نجد بأن الشيخ رحمه الله لقي مضايقاتين من الإدارة الفرنسية ولكنه وجد الشيخ أحمد بن زكري الذي كان مديرا للمدرسة الثعالبية بالعاصمة وهي مدرسة رسمية فرنسية فكان دائما يدافع عنه ومرة أخبره الجايد بأن حاكمة زيوزو سيزور الزاوية وطلب منه أن يكتب كلمة يثني فيها على الحاكم الفرنسي فقال له الشيخ الرزق الشرفاوي ما الذي تريدني أن أقوله قال له ترحب بالضيوف وتثني على الحاكم فقال له لماذا لا تقوم بهذا أنت وتريحني وكان هذا الجايد قد تخرج من زاوية الشيخ عبد الرحمن يلولي فلما حضر هؤلاء تكلم الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله كلمة عن فضل الإسلام وعن الحضارة الإسلامية كذلك نجد بأن الشيخ رحمه الله لقي مضايقات شديدة من الطرقية الذين كانوا يصفونه بشتى الأوصاف كانوا يصفونه بالجهلي وبأنه زنديق يريد أن يحارب الإسلام إلى غير ذلك من الأوصاف وكانوا يؤلبون الناس ضده وزاد ذلك بعدما أفته الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله فتوى متعلقة بالربيبة فهو سئل عن قول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فذكر بأن الربيبة إذا كانت في حجر الزوج وفي تربيته فإنها محرمة بإجماع العلماء لا يجد له أن يتزوج بها بينما الربيبة التي لم تكن في حجر الزوج وتربيته وكانت بعيدة عنه فذكر بأنها محل اختلاف بين العلماء وأجاز الزواج بها ولكن أشيع بأن الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله يجيز الزواج بالربيبة مطلقا وهو لم يقل بذلك لذلك بعدما سمعوا بأن الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله أفتى بجواز الزواج بالربيبة التي ليست في حجر الزوج وتربيته قاموا بوصفه بشتى الأوصاف وباتهامه بالجهل وألبوا الناس ضده وكان الشيخ أحمد بن يوسف شيخ زاوي السيد منصور يريد أن ينال من الشيخ بشتى الوسائل فدبروا له مكيدة فجاء الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله إلى زاوي السيد منصور وهو لا يعلم بأن الشيخ أحمد بن يوسف كان في انتظاره مع طالبته الذين جمعهم في الزاوية فطالب منه أن يتراجع عن تلك الفتوى وأراد أن يهينه أمام الطالبة ليثبت بأنه أعلم من الشيخ والشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله كان متضلعا في علوم الشتى فهو مكث سبعا وعشرين سنة دارسا ومذرسا فبعدما تخرج بشهادة العالمية بعد أربع عشرة سنة تفرغ التدريس في جامع الأزهر فانتفع العديد من الطالبة من علمه نعم أراد منه أن يتراجع والشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله كان مقتنعا بتلك الفتوى وكانت له أدلة تؤيد ما ذهب إليه فقال له تكلم أنت أولا في المسألة بذكر الأدلة وسأتكلم أنا وأبين المسألة والطلبة يحكمون من خلال ما يسمعون فحينما طلب منه أن يتكلم طلب من طالب أن يأتيه بكتبه ولكن الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله رفض وطلب منه أن يتكلم ارتجالا من ذاكرته ولكنه لم يستطع أن يتكلم فاندهش الطلبة لأنهم كانوا يعدونه عالما كبيرا ولكنه ما استطاع أن يتكلم في هذا الموقف ثم تكلم الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله وأطال الكلام من العاشرة إلى الظاهرة وبيّن المسألة وبيّن المسألة في مجلة الإسلام التي كان يصدرها جامع الأصهر فحينما حضر ذلك العدد اطلع على ما كتب وما نشر لأن ذلك السؤال كان باسم طالبة الزاوية ثم بعد ذلك أنكر عليه بعدما علم بحاله وقد اعترف الشيخ أحمد المقنعاوي بذلك توفي الشيخ الرزق الشرفاوي رحمه الله سنة 45 و 900 ألف لميلاد الذي كان يوافق سنة 64 و 300 ألف للهزرة أصل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم وإلى حلقة أخرى مع عالم من علماء الجزائر المنسيين نور سرى في أرضنا قدين يهدي لكل العالمين سبيلا